توفي الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق رو تي او عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاماً وقد بدأ الرئيس الراحل رو يظهر في الساحة السياسية بعد أن لعب دوراً محورياً في انقلاب الثاني عشر من ديسمبر من عام 1979 الذي قاده الجنرال توندوهوان ليصبح الرجل رقم اثنين في حكومة الرئيس جون وفي عام 1987 تم اختياره مرشحاً للحزب الحاكم آنذاك لانتخابات الرئاسة وسط الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي وقعت في أرجاء مختلفة من البلاد من ثم قام رو بالإعلان عن التدابير الخاصة بتحقيق الديمقراطية في البلاد والمتمثلة بقبول مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وقال إن الديمقراطية يمكن تحقيقها من خلال اتباع إرادة الشعب وتم انتخابه رئيساً من خلال أول انتخابات مباشرة منذ ستة عشر عاماً وفي أثناء توليه السلطة أقام علاقات دبلوماسية مع كل من روسيا والصين مما أسهم في تحقيق الانضمام المتزامن للكوريتين إلى عضوية الأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 1991 كما وقع اتفاقية أساسية بين الكوريتين تم فيها الإعلان عن المصالحة وعدم الاعتداء بينهما واضعاً حجر الأساس لتحسين العلاقات بين سيول وبيونج يانج ولكن بعد انتهاء فترة رئاسته خضع رو للمحاكمة بتهمة جمع أموال بشكل غير قانوني والتورط في الانقلاب وقمع حركة كوانججو الديمقراطية وأصدرت المحكمة حكماً بسجنه لمدة سبعة عشر عاماً ولكن تم الإفراج عنه في عام سبعة وتسعين